انا كلمتوك الفيديو اللي فات عن ايه احسن خمس حاجات او ايه احسن خمس اسباب ان العيشة في كندا احسن من امريكا بس انا برضو موالت لكش ايه خمس اسوأ اسباب ان العيشة في امريكا احسن من كندا ازايكو يا جماعة فيديو النهاردة هنتكلم على خمس اسوأ اسباب ان انت ممكن تقرر ان تعيش في كندا بدل امريكا انا في الفيديو اللي فات اتكلمتوكو عن التعليم المجاني العلاج المجاني في كندا في عنصرية اقل الناس متعلمة ودتلكو كذا سبب عن ليه العيشة في كندا او ليه الهجرة لكندا احسن من ان انت تهاجر امريكا النهاردة هتكلم على ليه الهجرة لامريكا ممكن تبقى احسن من الهجرة لكندا فحديكم النهاردة خمس اسباب ليه كندا اسوأ يتعاش فيها من في امريكا هابتري باول سبب الدنيا غالية جدا ولما اقول لك غالية مش بكلمك مثلا عن الحاجات اللي في السوق او الحاجات اللي تشتريها او الاكل او كل الكلام ده لا انا بتكلم على العيشة يعني ان انت تشتري بيت الايجار فيها عادي على حسب برضو بيفرق انت مقجر فين وانهي ولاية دي المشكلة بس لو هنتكلم بيوت ان انت تشتري اول بيت ليك لا البيوت كلها غالية جدا يعني البيت الافريج اللي هو البيت المتوسط بنتكلم بداية من ربعمية او خمسمائة الف دلار ده كده ده كده بتفتح بتقول بسم الله هتدخل بقى بيت جامد وحل ودخلت كده ما هتخش بقى ايه في السبعميات اقوص بقى بيت ابن لازينة بقى خمس قوة نوم وبتاعه وكل الكلام ده وباكيارد كبير جدين كبيرة وورا شبه فيلا يعني انت كده هتخش في تسعمائة الف او مليون ده طبعا واخد باعتبار ان انت هتعيش قريب شوية من المدينة يعني مش اللي هو التأكيد ممكن طبعا تفت حاجة ارخص بكتير لو طلعتلك ساعة بره يعني بعيد عن المدينة بس احنا بنتكلم في الاماكن اللي هي فيها ناس يعني وداونتاون او وسط البلد مش بعيدة عنك اوي بنتكلم مثلا تلت ساعة حاجة كده يعني فده اول سبب لما نيجي نبص على بيوت مثلا في تكسس او في ولايات تانية في امريكا طبعا شيل نيويورك من الحزبة خالص هنلاقي ان في دالس او في تكسس او الولايات الوسطة البيوت فيها ارخص بكتير وممكن تجيب مثلا بخمسمائة الف حاجة اكبر بكتير من في كندا ودي اول سبب وتاني سبب ليه علاقة باول سبب اللي هي الدرايب بصة معلم الدرايب هنا بتفري يعني لو انت دخلك عالي فانت بتتأذي بطريقة بشع لو انت دخلك واطي برضه بتتأذي بطريقة بشع بس اقل بشع من لو مرتبك عالي فانت كده يا معلم دخلت في اعلى براكت اللي هو تقريبا ما بين تسعة واربعين واثنين وخمسين في المية يعني مرتبك تروح واخده بفاس وتقسمه معمه وبياخد نص والنص بباقي ليك المشكلة في الدرايم ان الموضوع غيتت جدا يعني ايه؟ يعني مثلا حديك اجزامبل انا عندي شركة اوكي اللي هي شركة الكوشنج بتاعتي فمن الشركة دي انا بدي لنفسي مرتب صح؟ فهمت كده؟ لما المرتب ده بيطلع من الشركة قبل ما يطلع لازم يدفع عليه درايب يعني الشركة بتدفع على المرتب درايب طبعا انا صحب الشركة فانا اللي بدفع الدرايب دي هي مش فرق يعني فدي اول ضريبة بتدفعها حلو؟ فهمت؟ بعدين المرتب ده بيجي يوصلك لما بيوصلك انت بتدفع على المرتب دي المرتب ده ضريبة فهمت حياة؟ المرتب بيطلع من الشركة الشركة بتدفع عليه درايب المرتب بيوصلك بيوصل لنا انا بدفع لنفسي بروح انا دفع على المرتب ده الضريبة بتاعتها الخمسين في المية بقى او التسعة وعربين في المية بتتشال من المرتب لما بيوصلي والمرتب اما بيطلع من الشركة لها برضو حزبة تانية اربعتاشر ما بين عشرين في المية الموضوع معقد شواء يعني بس انا بديك فكرة ان العملية شغالة ازاي طبعا انت لما تيجي تشتريها اي حاجة بتدفع عليها درايب وبعدين بتدفع درايب على المرتب بتاعك كل حاجة فيها درايب هنا كل حاجة فيها درايب هنا لو عاص تطلع هتدفع ضريبة على التطلع فالموضوع كريزي شوية في الدرايب فدي المشكلة التانية في كندا المشكلة التالتة ان فيها فرص اقل شغل من امريكا يعني من الاخر كده النجاح في كندا اصعب كتير من في امريكا ليه؟ لان اول حاجة سكانها اقل ثاني حاجة اللغة هديك مثل في كيوباك عندهم قوانين ان كل حاجة لازم تبقى بالفرنساوي فده اللي بيحصل الشركات الكبيرة بتطفي الموت بتاعها من الموضوع ده هتقول لك انا اخد شركتي للامريكية وافتحها في ولاية كل حاجة لازم تبقى بالفرنساوي والموضوع معقد اكتر فده بيبعد انفسترز كتير مستثمرين كتير بيبعد مستثمرين كتير من ان هم يفتحوا مشاريع كتيرة في كيوباك ولاية كيوباك وفي ولايات تانية برضو بتتكلم فرنساوي زي نيو برونزوت مثلا فبتلاقي معظم الاستثمار في ولاية واحدة اللي هي تورونتو او بريتش كولومبيا المشكلة في بريتش كولومبيا ان الصينيين او الاسيويين حولوا فلوسهم او هربوا فلوسهم بان هم فتحوا مشاريع واقارات في بريتش كولومبيا فده اللي بيحصل كل حاجة بتبقى عالية جدا بس الاعمال اللي هي مفتوحة زي ما تقول ايه فرانت يعني وش بس منظر بس عشان هم يحولوا فلوسهم عشان يهربوها ففرص العمل قليلة جدا وبعدين اصلا الاجارات عالية جدا 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 لان الاسيويين اشتروا كل حاجة وعملوا في نفس الموضوع في تورونتو وبيعملوا دلوقتي نفس الموضوع ده في مونتريالي فغير ان فرص العمل اقل انت اصلا مش لاقي مكان تسكن فيه فلوسا بيبقى غالي جدا 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 يعني غالي ارقام هبلة يعني مش مش مناسبة ان واحد يعيش فيها فانت تخيل مفيش فرص شغل اه ليه لان السكان اقل والكنديين عشان الاجارات عالية جدا فمش بطبعهم ان هم يصرفوا كتير يعني تلاقي في امريكا لا الناس جاهزة يا معلم يلا التليفزيون السبعين انشي الجديد نزل نروح نجيبه على طول في كندا مفيش المنتاليتي دي طريقة التفكير مش موجودة هنا في كندا فعشان فيه صرف اقل ففيه استثمار اقل في البلد لان الناس ريزيرف شوية كونسيرفيتف اكتر من ناحية الصرف ففرص العمل اقل وبيبقى اصعب ان انت تبتدي البزنس بتاعك ان انت تبقى رائد اعمال بيبقى اصعب بكتير ليه لان مفيش ناس قد كده جاهزة ان هي تدفع فلوس لخدمات مش اساسية في حياتها فهمت؟ يعني ممكن في امريكا انت تفتح اي حاجة انت والله العظيم بتكلمك بجد انت لو فتحت محل عشان الناس تشم فيه صوابه يا رجلين هتلاقي فيه زباين هتلاقي فيه زباين في اي حاجة في امريكا شرابات قديمة كيلوتات مستعمالة والله في امريكا هتلاقي اي حاجة شغالة اي حاجة شغالة الناس هتشتريها هنا في كندا الموضوع الواحد زي ما تقول ايه هيصرف فلوس لو اساسية جدا يعني انا حتى في البرسنل التريننج والكوتشنج والجميات وكل الكلام ده اه الناس مشتركة وتدفع بتاع بس مش بنفس الكميات في امريكا فتلخيص النقطة الثالثة النجاح في امريكا متاح اكتر من النجاح في كندا رقم اربعة ورقم ثلاثة ليه علاقة برقم اربعة الشتا جهنم متفارزة الشتا هنا بص انت عارف في مونتريال في كيوباك عامة درجة الحرارة في الشتا السنة اللي فاتت نزلت اقل من سايبيريا في روسيا يعني يسيبك من روسيا برد لا انت عمك بقى سايبيريا اللي هي بص النمر السايبيري عايش فيه بقى عن كتر برد يعني في عاملة انه محتاج اكتر تقوص فيها برد النمر دي تعاش فيها فهي سايبيريا احنا درجة الحرارة بتاعتنا نزلت تحت سايبيريا السنة اللي فاتت يعني انا ماشي في الشارع لو بطريق طغعلي او ضب قطبي مش هتصدر يعني هتبقى حاجة متوقعة طبيعي يعني اه انت اكي لقيت مكان تاني تعيش فيه غير فوق في الشمال فاهلا بيك يا حاجة متوقعة جدا البرد في الشتا هنا مش طبيعي وطبيعي بيطوي بيخلص ويقعد تقول الشهر الجاي خلاص الشمس هتطلع والشتا والحاجات هتسيح والوردة هتطلع لا بيبقى ورده متفارزة كل حاجة بتفارزنا يجي شهر اربع هتقول يامو سهل بقى يلا بقى ها شوية مطرة كده هتالج يسيح شوية شمس لا بيكمل وبيفضر شغال شهر خمسة بيجي بقى تبقى متفاقل هتقول خلاص بقى الشتا خلص ما بيخلص احنا كان عندنا من اسبوعين احنا درجة ايه في داخلين على شهر ستة من اسبوعين يعني نقص خمسة الحرارة الوصلت لغاية واحد مش عارف ليه وبعدين شوية التالجي نزل فحاجات غريبة كده بتحصل فهم فبسبب الجو ده العيشة هنا ممكن تبقى كئيبة جدا 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 ستة شهر انا نبوس مش حاجة بعديك الصيف في منتريال بالذات جمنا على الارض دي حاجة ضريفة وحاجة مهمة ليه لان ده معناه ان في الصيف بيبقى عندنا مهرجانات كتير فورميلا وان بتاعت السبق بتيجي من كل الولايات بكندا بتعمل في منتريال كل سنة الحفلات الكونسرت البانز وكل المطربين الاجانب يعني والباندات الكبيرة بيجوا اكتر اماكن بيغنوا فيها تقيبا منتريال او كيباك تحتى متالكا لما جوم كندا جوم في كيباك عشان يعملوا حفلة بتاعتهم ليه ده لي علاقة بان صهرات اكتر ومهرجانات اكتر وكل الكلام ده في منتريال في الصيف احلى جنة على الارض بكلامك بجد جنة على الارض اما الشتا فالشتا بيطول جدا جدا وبسبب ان الشتا طويل ده نرجع لسبب تلاته مفيش مستثمرين عاوزين يدفعوا فلوس ان هما يفتحوا ايه بيزنس هيقعد مسلا اربع خمس شهور طب وبقية السنة لان مش كل البزنس مش كل البزنس بيتبقى حاجات اندور لا فيه حاجات اوتدور تراس بتاع فهم يعني انا بصراحة جاتلي فكرة ان انا كان نفسي افتح عارف عندنا في مصر توت اكسبرس لو انت فاكروا في ميدان فيني اه اه لا اعيب عليك انا فاكر كل حاجة اه اه مباركش اه اه في ميدان فيني في الدقي كان فيه حاجة اسمها توت اكسبرس من واحدة العربية والعاصير بيجيب لنا لغاية بره ودلوقتي اظن فيه اماكن في جامعة الدول او لما انا كنت هناك يعني جامعة الدول مش فاكر كمطعم ايه بالظاف بس ان واتشات والبوتاتس بيجيب عندك لغاية في العربية وفيه بيبقى الشيشة ممكن دلوقتي يجيب عندك لغاية في العربية في مصر يعني فا انا كنت عاوز افتح حاجة زي كده في مونتريال بعدين فكرت قلت الشتاء معلم سيته الشرده مين اللي ايطلع بعربيته بس مفكر ان انا يعني لو 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 حاولت كده مبتاكر شوية ان انا اطلع بمشروع زي ده ان هو ينفع يتعمل في الشتاء الناس تقعد جوه عربياته والاكل ليه ايه غاية عندك بس لازم مساحة كبيرة بحيث ان السنو او التلج يعرف يتشال كله بتبقى مساحة واسعة كده المهم ده مشروع كده انا بفكر فيه بعدين بس انا بديك مثل او فكرة ان ليه المشاريع صعبة تتعمل في كندا وايه علاقة الجو في الموضوع ده كله فده سبب اربعة رقم خمسة وده ده سبب اجتماعي ورأي ممكن اتبانى غلطان فيه بس بحيث ان الناس في كندا وحدانين اكتر يعني كل واحد مع نفسه خالص يعني لو انت عندك مشكلة مثلا ساعة 3 الصبح مش هتلاقي حد تعرف تكلمه او ممكن طبعا يعني على حسب المعرفة بتاعتك او حسب الدايرة بتاعتك ده اكيد متاح بس انا بتكلم عمتا يعني طبعا مش كل حاجة لازم تخدها كلمة بكلمة انا بقولها لانا برضو معظم الحاجات ممكن تبقى من تجارب شخصية فممكن انا ابقى غلطان فيها بس عموما يعني الناس هنا وحدانين اكتر ومش بيحبوا واجع الدناغ يعني ايه يعني مش مش صعب ان انت تلاقي حد تتكلمه في حال الطوارق مثلا او لو عندك مشكلة او كل الكلام ده كل واحد ايه عايش حياة مع نفسه والناس في ايه في البابل بتاعها متقفل ايه على نفسهم قوي وبس يعني رقم طبعا سبب خمسة ضغط ضعيف شوية بس انا حسيت بي لان انا يعني يمكن عشان انا في مصر كل اصحابي في مصر وزي ما تقول ايه انا اصحابي زي اخواتي يعني مفيش حاجة اسمها انا اتكلمك انا حاج البيت احنا بنروح لبيت بعض على طول ونروح لبيت بعض مفيش حاجة اسمها ازايك انت تفتح الباب توسع كده تخش على التلاجة تفتح تشوف ايه ايه بفهم ودي كانت احلى ايام بصراحة اشتاها يعني كنا في مصر بعد ما اتخرجت قبل ما اتجاوزت سافرت كان فيه ثلاث شهور كده بص كانت نعمة كانت نعمة كانت نعمة كانت حياة دافية كانت حياة دافية ودايرة دافية وعرف اعتمد على ناس لو انا في مصر اصلي اي حاجة اي حاجة وكلمة واحدة خلاص اتحالي هنا امعلم انت عبداللبر ليك ربنا وكل سانة انت طيب اتمنى من الفيديو ده عجبكو ارجو اعجبكو اعجبكو وطبعا تلقتي عندك ايه جزء الاول والجزء التاني لو ما شفتش الجزء الاول على خمس احسن ازباب ان انت ممكن تيجي تعيش فيها في كندا ياريت تخش على اللينك وتتفرج على الفيديو وتعمل سبسكرايب بليز ويا جماعة للبرامج المخصصة خش في اللينك ده وسيبلكو اللينك برضو في الكومنس شكرا نشوفكو ان شاء الله في الخلال اللي جاية